موسيقى هذه التشارة تدير الدولة في الدول الخارجية كما اشار الجنوب الجزائري رفل لازون روج لكن كما نحو هذا الاخر إذا لم نذهب لهم تظاهرات كما يشير بعض المرات نشوفه الماروكين والاخر يديروا التظاهرات يشغل السوق والصناعة التقليدية والاخر وممتون توجد خطوط الجوية توجد خطوط الجوية يعني إذا سوف يتم منطقة يعني أذكر عندكم اتصالات مع الوزارة الخارجية يعني مع القناص الموجودة لهيه كما يديروا الإشهار والمشكل الأول عندنا يعني التسويق نقص يعني عندنا نسوة تخدم صناعات زرابية بزيف ويقوا تعيالها ونرقى يعني نتخدم زرابي ياسروا عندنا دي ستوكتا عزرابة ونرقى فيتن ميتين زرابية أدنى والمشكل الثاني يعني نقص سياحة يعني كانت بكرين عرفوا يعني السياح على جانب يجو يعني بكترة تركها في الأولين الأخيرة يعني نقص سياحة والسياح لا جارب مكانش والمشكل الثالثة هو يعني نوجه السيد الوالي يعني بما أننا معانا حاضروا قتلوا الصباح ونعودوا دركها يعني هو ساحة السوق وليات غردية مدابين يعني في أقرب وقت ممكن يعني يشوفون حلها يعني روجا يعني الانكون جيروجال الفاكنس يعني يعني كاين سياحة على ولاية الجزائر يعني انتوريست اللوكال يعني كي يجو يعني يشوفوا هذا كل الشي يعني مدابين احنا نغتنمو يعني الفرصة مدان سيد الوالي رأنا يشوفنا حل إن شاء الله شكرا جزيلا على هذه الأسئلة سوف أحاول تنقدم المستطاع الإجابة إلى إنشغالاتكم السؤال الأول خاص بالأخ المستثمر على مستوى منطقة التوسع السياحي لزلفانة منذ أكتوبر 2012 لدي سؤال هل أنتم مالكي الأرضية؟ هل أنتم مالكي الأرضية؟ هل أنتم مالكي الأرضية؟ لا، سوف ندرس الملف وأعلمكم بأن هناك دراسة في قيد الإنجاز على مستوى زلفانة 2 زرناها في الصباح وسوف إن شاء الله تنطلق الأشغال في الأشهر القادمة لكن في المستقبل القريب إن شاء الله لأنه علينا أن نصل الشبكات لغزو في نفس الوقت الذي نطلق فيه أنا أعيدكم بأننا سوف ندرس طلبكم على مستوى الوزارة وأطلب منكم وأطلب من الجميع التقرب من مصالح الوزارة لأنه دون اتصال لا يمكن حل المشاكل وأقتن من فرصة لكي أقول لكم بأن لدي صفحة فيسبوك خاصة بالوزارة بالوزير وأنا عن طريق إطارات الوزارة في اتصال دائم مع مستعملي هذا النوع من الاتصال وبالتالي بإمكاننا أيضا الإنجابة على انشغالتكم على مستوى الفيسبوك الفندق المزاب إذا الشركي الرسالة hardware الإنتظر من الجميع재 سوف اتبعي لجتلاحaux الع artifacts جمع البقية جمع الدمن الصفحة الاسترات الوزارة بالوا tescüつ أين نصفوا فيigent بالوزارة جمع اغنقل فهو أعطى أنه يوم أغرقى لعودة المزابة رستوميدة في المعارقات التي تغير المباركة والأمويلية والعنبياء. وأنا أحسنت أنت أقول أنه للمزابة والعنبياء في شعور الأمويلية التي يمكن أن تتعليقها في الزبعات العامية التي تجايا أكبر تجايا. أو القايد pour voir comment ont été donc relookés ces établissements donc maintenant par rapport à votre investissement madame, moi je vous dis je vais vous répondre de la même façon rapprochez-vous de nos services pour qu'on puisse vous accompagner moi je viens d'apprendre de votre bouche donc ce projet de IAD Hôtel maintenant je me dis aussi que vous avez là en principe le directeur du tourisme de l'artisanat qui doit vous accompagner et notre ambassadeur s'est engagé devant le vice-premier ministre à alléger l'accès au visa mais plus que ça à baisser le coût du visa qui est excessif donc il y a de belles choses qui se passent bon c'est un début maintenant je vous le dis aussi d'une autre façon nous, nous voulons d'abord je vous réponds madame, nous voulons d'abord encourager le tourisme domestique pourquoi ? parce que le tourisme domestique est un tourisme qui n'est pas tributaire du quai d'Orsay voilà, je vous ai répondu le désert c'est au Canada nous n'en avons pas de désert je profite de l'occasion pour vous le dire on ne peut pas appeler le Sahara l'Algérie désert l'Algérie est un Sahara et quel beau Sahara un Sahara vivant en Algérie le Sahara vit il y a de la verdure en plein donc le désert c'est fait pour d'autres c'est pour cela que l'on doit se vanter d'avoir le plus beau Sahara du monde c'est pour cela que l'on doit se réunir c'est pour cela que l'on doit se réunir c'est pour cela que l'on doit se réunir et qu'il y a de la فيما يخص النزل الثاني حقيقة هناك إشكال مع الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار ولكن هذا الإشكال قد تم إيجاد حلوله في بعض الولايات في بعض الولايات قمنا بإيجاد حلول ولكن وللأسف لم تشمل هذه الحلول جميع الولايات وصفا نعمل على تدارك ذلك في المستقبل مرحلة قلق نعمل على تدارك نعمل على القرنة الان بطنية للمستقبل الرساة يتخذك من رسالكم يؤس برجم تبعات الواقع ي 엄طيق سيطانهم لديك موز يعنون لديك تخطين طريق كمي ان اعثر است معهمة لديك لبعشرة يأتي لديك تخطين طريق لي هناك إذا لا مطلقه لديك تخطين طريق وسا لا يمكنك أن لا يمكنك أن الاستخطين طريق أعطت إعطارة الإنطارات الأن لا يمكن أن يقوم بأنه لديم أغرير للعرفة للمشكلين، وليس للمشكلين. شكرا لأننا نب لعنظر الجزيين لم تكن معين إلى المعقينة المتعرفة ؟ أنه ممكن أن تحضير الشيخيه؟ نحن لا يست��evى لنا لديك تحضير الشيخ بالنكين وصبت لسنجو umفتيات ما سبب أجل ؟ قد أدني اجتدي بحقروشي بعض حتى الوظفر وبركتبي بحقوة اضحب إجرامي قصة شكراً لسنجو دوري عامر لا، 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 لأز breeding الأخصص أجل، ما أجل، ما أجل، ما اسمكه ويف هي المنصر على المنصر؟ أريد أن يسأل أن يسأل ويحصل على ملفة على س ändال لكيزل على المطر الإ Einsatz هل هل مَا مَا يَتْوَانُانُ وَمَا سَعَيْهِ بِيَ رَيْقُنُعَهِ أمَا فنَا وَرَيْقِهِ بِيَا مَنْ لِقِنْا أم تنسألتك ام مبليا لا أنت تحقيق أماما لا يمكنك الشرط لي اخوض لحصول ولا يمكنك كن لقد مستخدم بضيقات الأمة تروريب agrade هناك لحصول ولايرا لحصول ولايرا لحصولato وخصوصا هذا الوظيفي تمار حسنا بارك الله فيك على السؤال الوجهة جدا لأننا كلنا قناعة بأن أكبر شكو أهم في السلسلة السياحية هي الموارد البشرية جميل جدا ما تفضلتم به فيما يخص مراكز التكوين السياحية وبالتالي كنت تتباقت الموضوع في الصباح مع سيد الوالي وسوف نرى كيف ندرس إمكانية إدماج بعض التخصصات على مستوى مراكز التكوين المهني المتوجدة في ولاية غردايا ولكن ما نريده أيضا وخاصة هو أن نحسس أصحاب أو حاملي المشاريع السياحية على دراسة إمكانية إدماج على مستوى المشروع مدرسة التكوين وأنا عينت مثل هذه المشاريع على مستوى بعض الولايات على سبيل المتاولايات قسنطينا هناك فندق الحسين وأنا أذكره في كل مرة لأنني كلني فخر بمثل هذه المشاريع فندق الحسين الذي هو في الخدمة حاليا والذي أنجز على مستوى الفندق مدرسة ما شاء الله لأنه يكون مستوى بعض الولايات ويكون أصبح مستوى بعض الولايات التي يكون مستوى مستوى ويكون حتى إلى الفندق الأخرى بالتالي أشجع مثل هذه المبادرات وأشجع أيضا اللجوء إلى التكوين فيما يخص التسيير الفندوقي على مستوى الجامعة ولما لا؟ إدماج إختصاص كما هو الحال في تيبازا كما هو الحال في قسنتينة إختصاص تسيير السياحي نحن نشجع كل المبادرات أعطيكم نبأ ربما واعد حتى وإن كان ربما التطبيق سوف يأخذ بعض الوقت فالحكومة الجزائية صدقت مؤخرا مؤخرا جدا على مرسوم تنفيذي يرخص للمدرسة الوطنية للسياحة لكو الناسيونال سوپيريور دو توريزم يرخص لها إنجاز ملاحق أو ملحقات على مستوى جميع التراب الوطني حسب الحاجة من الممكن جدا ربما في المستقبل إنجاز ملحقة للمدرسة الوطنية على مستوى ولاية غردية ولكن من أجل هذا يجب أن تكون ولاية غردية غنية بمشاريع سياحية للمدرسة الوطنية سوء 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 سيدي قرار نايد المحترم سؤالكم وجه الوكيدورسي tout le monde le sait comment vous dire nous on dit que nous voulons encourager les formes touristiques ni de la saisonnalité ni des avis des uns et des autres le quai d'Orsay nous on est en train de faire une campagne à notre niveau la preuve je vous ai parlé de Varsovie j'ai été à Varsovie avec l'office national du tourisme l'agence nationale du développement touristique l'entreprise de l'office national l'ONAT avec le ministère avec sa direction générale de l'artisanat avec beaucoup d'artisans avec plein d'opérateurs le GT, le GZ, l'Orassi on a été en force c'était une délégation très forte on a été pour dire que l'Algérie est un pays sécurisé non déplaise à ceux qui disent le contraire nous ne taisons pas nous ripostons nous réagissons et cela ne peut se faire les opérateurs touristiques nous même comme administration utilisation utilisation des technologies d'information et de communication modernes c'est à dire que ils utilisent des TIC des technologies d'information et de communication évoluées j'utilise la même chose je dois riposter avec les mêmes moyens nous devons être présents sur la toile nous devons être présents sur le net nous devons être présents vous voyez sur les réseaux sociaux sur les médias sociaux si nous voulons justement imposer l'image inchallah l'image sera imposée l'image est en train d'être imposée vous ne le sentez peut-être pas mais l'Algérie est en train de revenir en force sur la scène internationale parce que comme dirait le proverbe français chasser le naturel il revient au galop l'Algérie c'est le naturel et l'Algérie est en train de revenir en galopant non déplaisant à ses détracteurs il y a 15 ans non les polonais les polonais aujourd'hui sont un marché que courtise très très fortement les égyptiens les tunisiens les marocains les polonais exportent des millions de touristes par an et je veux vous dire pourquoi le marché polonais est important personne ne m'a posé la question moi je dirais que le marché polonais est important parce qu'en Pologne les vacances ne sont pas luxe c'est une obligation eu égard au froid pendant le ils doivent échapper au froid les polonais alors qu'un espagnol quand il quitte son pays pour aller faire du tourisme il évolue dans un pays touristique par excellence donc quand il quitte son pays c'est par loisir c'est par passion mais le polonais les polonais voyagent entre guillemets obligatoirement donc c'est un marché absolument important et puis nous on n'a pas été les mêmes vides en Pologne on a été avec un produit ça n'a rien j'ai pris avec moi les agences de TAM et de Jeannette tout le monde sait qu'à partir d'octobre jusqu'à mai nos stations bannaires nos hôtels bannaires chôment parce que chez nous la saison estivale c'est uniquement juin, juillet, août, septembre on a été leur dire nous avons les Andalus nous avons la Corne d'or nous avons le New Beach nous avons et ils étaient les Andalus est parti avec une offre 10 euros la nuitée pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent bon maintenant il faut continuer à pousser الأخ الكريم الحرفي في النحاس الإشهار لا يخص حصرياً الدول الخارجية الإشهار يخص حتى الوجهة الداخلية عندما أقوم بالإشهار فهذا لا يعني أنني أريد جلب زوار أو ديكليان زبون أجنبي بل الإشهار يخص حتى الوجهة الداخلية سلوه مركوة الداخلية تسويقاً بالإنترنت اليوم سيوه نتباً فيزيبلاً الداخلية أنتظر أنتظر أنك في قبل زفاً لأنه لم يكن لديه 10 عام أنتظر أنه كانت المكوناتين لتصفحي أنتظر أنتظر أنك فيزيبلاً أنتظر 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 ولكن بعد الأحيان والله بعد الأحيان اليوم السعيد الحقيقي يكون في التواجد والحضور على الشبكات الإجتماعية سيبورساك جوودي الإشهار ينفو با يونيك من فرين بروجيكشون سور الانترنسيونال العلاقات مع القنصوليات أجبت على هذا السؤال فيما يخص الصناعة التقليدية حيرافي الكريم قال بأن التسويق ناقص حيرافي الثاني قال الحل يكمن في إعادة بعض النشاط لأن السياحة وصع المتكاملان السياحة بالنسبة للصناعة التقليدية فورسا تسويق لاتو عوض c'est une force c'est un moyen de commercialisation inespérée et qu'on ne peut pas qu'on ne peut absolument pas occulter السياحة بالنسبة للصناعة التقليدية فورسا تسويق لاتو عوض والصناعة التقليدية بالنسبة للصناعة التقليدية فورسا تماييوز تماييوز لئي ساكامي تليها فورسا l'artisanat donne agردية la possibilité de développer une destination propra avec une identité avec une particularité بهوية بشخصية بحكم صناعتها التقليدية لأن الحل يكمن في إعادة بعض النشاطات السياحية ولعل ولاية غردايا بحكم مركز الدمغ وكل ما تسخف به من مؤهلات في الصناعة التقليدية أنا أقول بأن مستقبل ولاية غردايا في الصناعة التقليدية واعد جدا 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 لكن علينا أن نعمل في الوقت الحالي في غياب في غياب كما أقول ديناميكية سياحية حقيقية أن نعمل على إعطاء أكبر أكثر فرص للمشاركة في المعارض للحرافيين سي نترسل بور لور بور مات ديكولي لور لور بورو نتوبليج لليفير بارتسيبي أو صالون للارتزانة ناسيونو ويوسي انترناشيونو واليمالا ولكن أقول بأن الحل الحقيقي هو إعادة بعض النشاط السياحي لأن هناك دراسة على مستوى الدائرة الوزولية انجزت فتخيلوا سيداتي ساداتي الكرام تخيلوا أن هذه الدراسة أتباتت بأن السائح لما يقتني إذن من تجت السناعة تقليلية لطوريست عندما أشت ديكولي بورو 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 يل 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 100 مسيري الوكالات على إدماج على مستوى الوكالة واجهة لعرض منتوجات السناعة التقليدية المحلية واتحدة من تجل في تأسف البعو بانتوجات تنجبر البعو كمانا تنجبر المعلومة بانتوجب من القصة تنجبر واجهة لتنجبر على مستوى بشهر التعليم لتنجبر اعجاب لتنجبر أنتوجك لفتا يل سيدي بالترزير تم تنجبر نجهو 2 nous avons décidé de supprimer le retrait de l'agrément à vie où elle est madame et pourquoi avis tel casier judiciaire il a une durée ou une teneur d'une a quand on enlève un agrément l'enlève à vie donc même cela va disparaître c'est pour vous dire que nous nous mettons aussi de votre côté on se met à votre place donc vous aussi mettez vous à notre place pour qu'ensemble donc on relance la destination algérie la destination radaïa pour le mérus c'est ce qu'il soit autre que le majeur il a c'est de l'oubli et moi tâme une agile d'un à l'inshira la ticum il n'y aura pas il n'y aura plus il n'y aura pas donné au monsieur je sais de quoi je parle mais nous il n'y aura pas de laissez-moi figure parce que moi je voudrais je voudrais convaincu écoutez on a souvent dit ou ou accusé le l'administration générale de bureaucratie mais je vais vous donner un exemple imaginez un investisseur qui vient dans une z j'espère que vous allez me comprendre une z je vais le dire en arabe nous avons j'ai oublié de parler du schéma directeur d'aménagement touristique de wilayah de redair il est il est donc il est en cours de lancement david appel d'offres après infructuosité on en a parlé ce matin avec monsieur le wali sachez que ce schéma directeur est une est une est une feuille de route capitale décisive pour l'avenir de la wilayah de redair c'est quoi ce schéma directeur ce schéma directeur va me dire comment je vais mettre en tourisme ma wilayah parce qu'on aurait d'ailleurs tu vois là qui vaste la tourisme thermale la tourisme culturel là je dois pas mettre du béton là je dois mettre de la pierre là je dois mettre là je dois pas agresser les populations là il ya un site familial là vous comprenez donc attention ce schéma vous devez le gérer avec beaucoup de beaucoup de d'attention et ce schéma de toutes les façon ne sera exécutable qu'à partir du moment il sera approuvé par l'assemblée populaire de wilayah je tene à vous donner cette information mرة أخرى أشكركم جزيلا الشكر mرة أخرى وأ sareul polo pon saade bijatihai az y write atom une à 金 على مستوى ولاية غردية ومرة أخرى أؤكد لكم دعم الوزارة وقابليتنا من أجل مرافقة مشاريعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته